موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ارتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في حومة الاستعدادات لما يسمونه بالانتخابات المبكرة التي ستجري في الشهر القادم كل اطراف العملية السياسية كل احزابها كل قواها كل شخصها الآن يعني لا يتركون فرصة الا الحديث عن هذه الانتخابات ومحاولة تضليل الناس لكي يبيضوا وجوههم لكي يدفعونهم لانتخابهم او هكذا يعتقدون يعني لذلك جزء من هذا الحراك المحموم الذي نراه هذه الايام في العراق ضمن هذا الحراك تحركه همام حمودي وهمام حمودي مثل ما تعرفون هو رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق طبعا واحد من رموز هذه العملية السياسية التي دمرت العراق منذ 18 سنة لحد العمل منذ اكثر من 18 سنة عفوا واشاعت الفساد والخراب والفرقة والتمزيق وهدت بالعراق إلى ضياع استقلاله وسيادته وهم الذين جاءوا مع الاحتلال خلال هذه الفترة همام حمودي تولى رئاسة اللجنة اللي كتبت الدستور مثل ما قالوا في عام 2005 وآكذا واحد من قادة هذه المرحلة الخربة التي جاءت بالعراق على كل ما هو سيء يعني الحقيقة جاءت للعراق بكل ما هو سيء ودمرت أهله ومزقته للعراق وجاءوا مع الاحتلال وساندوا الاحتلال هذا همام حمودي اللي هو الآن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق تحدث قبل أيام فقال بالنص يعني قال شيء مضحك الحقيقة لكن علينا أن يعني أن نذكر به قال يجب إصلاح مسار الدولة وإيقاف الحملة الشرسة التي قام بها البعثيون لتشويه مشروعنا الله أكبر مسار الدولة من عبث بمسار الدولة يعني ألستم أنتم من تمسكون بالدولة منذ أكثر من ثمانطعة سنة إذا كان أكثر من ثمانطعة سنة ولم تحد يعني لم تصلحوا مسار الدولة ولم تحددوا مسار الدولة إلى الأسفل دائما إلى الهاوية تدفعون بالعراق إلى الهاوية إلى عنق الهاوية فكيف تتحدث عنه لمن تتحدث تتحدث إلى الشعب هل الشعب مسؤول عن هذا المسار الخرب الذي أوصلتموه إليه أنتم يعني من جاء بالفساد من جاء بالخراب من جاء بالضائفية من جاء بالفرقة بالتمزق بضياع السيادة بضياع الاستقلال برحل إرادة العراق للخارج بتغول إيران كل هذا أنتم أنتم والأمريكان الذين احتلوا العراق فبالتالي لا تحملوا الناس ولا ولا تتحدثوا للناس بهذه اللغة لأننا أستعرفكم ويقول أنه لا إيقاف الحملة الشرسة التي قام بها البعثيون لتشويه مشروعنا أين هو مشروعكم يعني ما شكل مشروعكم يعني انتصاطع السنة من قريب انتصاطع السنة لم نسمع لكم بمشروع ولم نرى تطبيقات لهذا المشروع على أرض الواقع ما هو مشروعكم مشروعكم هو الفساد والخراب والنائب والطائفية والفرقة هذا الذي شهدنا وهذا الذي شهده الشعب وهذا ثوار التشريم الذي ثاروا عليه هذا واقع الحال حتى من كنتم تعتقدون أنهم حاضن لكم ثاروا عليكم ورفضوا هذا مشروعكم أين مشروعكم مشروعكم الخراب مشروعكم سرقة أكثر من تريليون لمصفة تريليون دولار من أموال العراق من أموال النفط التي جاءت خراب العراق لا كهرباء لا ماء نظيف لا مستشفيات لا مدارس لا طرق لا مصانع لا زراعة العراق بلد مستهلي السوق مليانة بالبضاع فقر عازة أمراض هذا هو هذا مشروعكم هو هذا المشروع الذي تبحثون عنه أكثر من 230 حزب تشاركون بالانتخابات والناس ترفضكم وأنتم تتحدثون بهذه الطريقة طيب وين هذه البحثيون الذين شوهوا مشروعكم ما أنتو حرمتو هذا الحزب ونهيتوه قبل أكثر من 12 سنة واقتصيته من قاتة وعدمتوه منتهت القضية وحرمتو هذا الحزب حتى الفكرة حرمتوه بعد أكثر من 12 سنة تأتي للتحدث للشعب العراقي تخوفه من فزاعة حزب البعث إذن ماذا تفعلون إذا أنتو أكثر من 13 سنة وحزب البعث ما زال قادر على أن يوقف مسيرتكم ومشروعكم إذن ماذا له من الذي فعلتمه هذه كذبة مضحكة مع الأسف الشديد يعني يعني لم تحسبون حساب كل هذه القوى إذن أنتم قوة فاشلة وهو فعلا هو بهذا الشكل وتحملون الناس بعد أكثر من 18 سنة مسؤولية خرابكم وفسادكم وكل ما فعلتموه من سيء للعراق لكي يعيدوا انتخابكم مرة أخرى ودوروا هذه النفايات هذه النفايات التي أنتم جزء منها تمثلونها لكي تدوروا النفايات لكي تبقوا على سدة الحكم وحاولوا خداع الناس الناس لا تخداع يا سيد همام حمودي الناس لا تخداع ما عادت ما عادت كل هذه الأحزاء وكل قوى العمل السياسي قادر على خداع الناس الوضع ليس مثل عام 2005 ولا بعد للطائفية ولا دعوات الخراب ولا دعوات يعني الحث على الفرقة والتفريق والكذب والادعاء والوعود الكاذبة ما عادت تقنع الناس العالم الناس في العراق قد يعني اختبروكم وعرفوا حقيقتكم ولا يمكن أن يصدقوا بكم فبالتالي هذا الحديث مردود عليكم وعيب عليكم عيب مضحك هذا الكلام أن يردد في مثل هذا الوقت ومشخص تقولون أنه هو واحد من قياداتكم الفكريه همام حمودي مع الأسف الشديد لكن هذا يثبت فشلكم يثبت خيبتكم يثبت أن العراق لا يمكن أن ينصاع إليكم دائما يعني جئتم مع الأمريكان ودمرتم العراق ومحوتم كل هويته لكن هويته العراق بيد أبناء ستعود وهذه عمليةكم السياسية ستسقط وستنتهي وستحاسبون على كل ما فعلتمه بالعراق وأولها كذبكم هذا مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير ألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة